في هذه الحلقة سوف نعرض لكم بعض الأمور الغريبة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية لننطلق سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم تعدد الأسنان كم عدد الأسنان لدى الإنسان العادي؟ بالتأكيد جوابكم هو 32 ذلك صحيح لكن ليس دائما هناك طفرة وراثية يصطرح عليها بتعدد الأسنان المصابون بهذه الطفرة يملكون عددا أكبر وتكون تلك الأسنان موزعة بشكل مختلف من شخص إلى آخر وفي بعض الأحيان تغطي تلك الأسنان الفك بأكمله مثل ما حدث مع هذا الصبي إليكم أشيك هافاي من الهند في عام 2014 أصبح هذا الصبي مشهورا بسبب التجربة غير العادية التي مر بها خلال سبع ساعات كاملة أجر الجراحون عملية جراحية لإزالة الأسنان الإضافية التي بلغ عددها اسمعوا جيدا مئتان واثنان وثلاثون سنا كانت تلك الأسنان تسبب له الكثير من المتعب أثناء الأكل إضافة إلى الألم الشديد سيارة الأسماك يقل بأن السمك هو الحيوان الأقل مرحل لا يمكن اللعب مع الأسماك فهي دائما في الحوض المائي ولذلك يراها البعض على أنها حيوانات مملة جدا لكن بعض المهندسين في استوديو تصميم هولندي كان لهم رأي آخر بصناعتهم لهذه السيارة الصغيرة بالتأكيد لم يتمكن المهندسون من تعليم السمكة القيادة لكن بدلا من ذلك قاموا بوضع كاميرا تراقب السمكة بعناية وتحدد اتجاهها ثم يتم يرسل المعلومات إلى جهاز الحاسوب الذي يعدل اتجاه حركة السيارة ليكون بنفس الاتجاه الذي تريده السمكة بفضل هذا التصميم اللطيف يمكن للأسماك اليوم التجول في المنزل أيضا كما أن سرعة هذه السيارة بطيئة جدا وذلك للحفاظ على سلهمة السمكة العسل الملون منذ بضع سنوات تعجب منتج العسل في شمال شرق فرنسا من ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها حيث بدأ النحل في إنتاج عسل ملون بالتأكيد يكون العسل في العادة مختلف الألوان مثل الأبيض والأسود والأصفر لكن ألوان هذا العسل كانت فريدة من نوعها حيث أنتج النحل العسل باللون الأزرق والأخضر والأحمر أيضا توقع البعض أن النحل يتطور ويتجه لإنتاج ألوان جديدة لكن ذلك غير صحيح فهذه الحشرات تصنع العسل بألوان مألوفة منذ آلاف السنين دون أي تغيير عند البحث عن مصدر الألوان كانت المفاجأة إنها الحلوى تبين أن المكان الذي تتواجد به خلايا النحل قريب من مصنع لصناعة الحلويات وقد تم تخزين بعض الحلويات في صنادق غير محكمة الإغلاق رغم ذلك وصل النحل إليها على الرغم من أن العسل الملون كان مظهره جميلا إلى أن طعمه كان غير مألوف ولذلك قرر المنتجون عدم بيعه في العام الماضي قرر السيركل رونكالي في ألمانيا إرضاء الجمهور والعاملين والحيوانات معا من أجل ذلك تم تقدم العروض بواسطة خيول وفيلة ونمور وحيوانات أخرى عديدة لكن كل تلك الحيوانات كانت صورا ثلاثية الأبعاد معروضة بتقنية الهولوغرام استغرق الاستعداد للعرض الكثير من الوقت حيث تم تصميم كل حيوان بشكل منفرد كما تم اللجوء للعديد من الصور والفيديوهات لتكون الحيوانات أقرب ما تكون للواقع شراء سيارة جديدة لم يعد ذلك الحدث الذي يحتاج ضجة كبيرة إذا كنت مقيما في أمريكا فإن بإمكانك شراء سيارة تماما مثلما تشتري علبة كوكاكولا أو لوحة شوكولاتا السبب في ذلك هو أن هذا المبنى المكون من ثمانية طوابق هو عبارة عن آلة عملاقة لبيع السيارات يوجد في الطبق الأرضي ركن للانتظار كل ما يقوم به الزبن هو اختيار السيارة المناسبة ودفع ثمنها عبر الانترنت ثم يحصل على سيارته بطريقة آلية المبنى تابع لشركة كارفان الأمريكية وقد قمت الشركة بإنشاء 24 مبنى مماثلا في مختلف المدن الأمريكية المبنى لا يضم أي عامل فكل شيء هنا يتم بشكل آلي الأمر الجميل أنه من غير الممكن هز هذه الآلة للحصول على سيارة مجانية مملكة العناكب كان عام 2011 من أكثر الأعوام الممثرة في باكستان بعض الحيوانات والحشرات كان عليها التكيف مع الوضع العديد من العناكب لجأت لتسلق الأشجار للابتعاد عن الماء هل يمكنكم تخيل شجرة تعيش بها آلاف العناكب؟ أصبحت بعض الأشجار وكأنها مملكة عناكب وعلى الرغم من أن بعض الناس يرون هذا المنظر جميلا إلا أن الشباكة التي نسجتها العناكب أثرت سلبا على الأشجار حيث منعت وصول أشعة الشمس إليها هذه الأشجار من نوع أوكاليبتوس يطلق عليها السكان اسم أشجار قوس قزح عندما كانت صغيرة كان لونها أخضرا ولكن بمرور الوقت ظهرت على جذعها العديد من الألوان الجميلة مثل الأزرق والبنفسجي والبرتقالي وحتى اللون الفيروزي لم يقم أي أحد بتلوين الأشجار بل إن الأمر طبيعي المثير لإهتمامه أن لون اللحاء يتغير كل فترة تتواجد هذه الأشجار في بعض الغابات في الفلبين وإندونيسيا وفي بابوغينيا الجديدة موجة النحل يظهر النحل مهارات غير عادية خلية النحل يمكن أن يصل وزنها أحيانا إلى 45 كيلوغراما وهي موطن لمئات الآلاف من النحل وعلى الرغم من العدد الهائل إلا أن ذلك لا يمنع النحل من العمل المتناغم لتشكيل هذه الموجات الحركة المتزامنة للنحل هي آلية دفاعية حيث تجعل أي حيوان مفترس يقترب من الخلية يشعر بالخوف ويعتقد بأن ما أمامه هو حيوان ضخم الطيران مع الطيور هذا الرجل الذي سنتحدث عنه بطل حقيقي اسمه كريستيان موليك وهو عالم طيور يقول كريستيان أنه كلما زاد عدد الطائرات في الجو زادت صعوبة الهجرة السنوية بالنسبة للطيور لا أحد يمكنه تقلل عمليات الطيران المدني أو التجاري من أجل الإوز والبط لذلك وجد كريستيان طريقة مناسبة لتقديم المساعدة لهذه الطيور منذ عام 1995 بدأ كريستيان تربية الإوز البري واشترى طائرة خفيفة الوزن وأصبح يهاجر مع تلك الطيور بين كل من ألمانيا وفرنسا الفكرة قد تبدو سخيفة في البداية لكن كل ما يهم كريستيان هو أن الطيور لن تشعر بالخطر كما أنها ستسلك الطريق الأكثر أمانا فستان نسيج العنكبوت هذا الفستان الموجود أمامكم منسوج بشكل كلي من شباك العنكبوت في مدى غشقر يعيش صنف خاص من العناكب شباكه مارنة للغاية ومتينة والأهم من ذلك أن لو لها طبيعية ذهبية تستعمل شباك هذه العناكب منذ عصور في صناعة الملابس باهدة الثمن للملوك والأباطرة العملية صعبة للغاية وقد يستغرق نسج فستان واحد أربع سنوات كاملة يتم تجمع الخيوط وفصلها باستخدام أجهزة خاصة بعدها يتم نسج الثوب بطريقة تقليدية أصحاب المشروع وأكدون أن العناكب لا يصيبها أي أذى نتيجة لهذه العملية قد يبدو ذيل الفيل أمرا غير مثير للاهتمام لكن إذا نظرنا إليه عن قرب سنجد أن نهاية الذيل تشبه الفرشات وأن الشعر يرتكز بشكل رئيسي على الجانبين يقال إن الفيلة تستخدم ذيلها لإبعاد الحشرات حسنا الفيل قدر على إفراز مواد تساعده على إبعاد مختلف الحشرات لكن ذيله أيضا يساعد في هذه العملية لكن إذا نظرنا جيدا إلى الفيل فسنجد أنه ضخم للغاية وهذا الذيل القصير لن يساعده كثيرا إليكم المعلومة التالية المعروف هو أن الفيلة تتنقل في مجموعات ويرى العلماء أن الاستخدام الرئيسي لذيل الفيل يتمثل في تحديد موقع الصغار الموجودين خلف الفيل لتجنب دهسهم إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة